الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلها إذا رأى الإنسان أن الميت يأكل البطاطس الشهية في المنام علامة على الخير الذي يصاب به أهل ذلك الميت والله أعلم رؤية أكل الميت للبطاطس في المنام علامة على ارتفاع مكانته في الدار الآخرة وأنه مقرب من الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم عندما يعطي الميت البطاطس للحي في المنام علامة على الخير والنجاح والفرج الذي يؤتى لصاحب الرؤية من الميت والله أعلم أخذ الميت للبطاطس في المنام تكون إشارة على سماع أخبار سيئة دبع لو الميت خد بطاطس إنما لو أعطي يبقى كويس والله عز وجل أعلى وأعلم رؤية البطاطس المشوية في المنام علامة على الاضطرابات والقلق في حياة صاحب الرؤية والله أعلم رؤية البطاطس المشوية في المنام علامة على تخلص الرائم من همومه وحصوله على الراحة بعد فترة والله أعلم عندما يرى الشخص البطاطس المشوية في المنام علامة أنه سيحصل هيحصل يعني على ملوة لكن يأتي بتعب وبعد كده يستريح والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية تقشير البطاطس في المنام علامة على انتهاء الاضطرابات التي كان يعيش فيها صاحب الرؤية والله أعلم عندما يرى الشخص في المنام والله أعلم أنه يقشر البطاطس علامة على النجاح في عمله وأن له منافسون في هذا العمل والله أعلم رؤية تقشير البطاطس في المنام يكون دليل على زوال الأمور الصعبة والتخلص من ضيق المعيش والفرج الكبير والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم